مرحبا شباب معكم جلال الدعجة رح أكون معكم بسلسلة عن رياضة الامامي أجاني أسئلة كثيرة عن رياضة الامامي وكيف كابتن جلال أنا بقدر أبارس رياضة الامامي وكيف أبقدر أكون مقاتل محترف أنا من هون حبيت أعمل سلسلة عشان أفيد الجميع كيف أنت تبلش حياتك كمقاتل امامي من مرحلة الهواء لمرحلة الاحتراف هاي المرحلة الانطلاقية اللي هي الهواء لما أنت توصل لمرحلة الاحتراف بناتهم عالم كبير رح نحكي عن هاي المواضيع بالتفصيل رياضة الامامي زي ما كنا بنعرف هي رياضة بتستمح لك أنك تستخدم أكثر من رياضة قتلية يعني رياضة مختلطة اللي هي Mixed Martial Arts فهاي الرياضات اللي موجودة داخل المميم زي اللي هو الضرب المباشر ممكن يكون فيه رياضة ملاكمة ممكن يكون بالكيك بوكسنج ممكن يكون بأي رياضة اللي هي فيها وفيه عندنا كمان مسموح لك تستخدم اللي هي عبارة عن المسكات بشكل واقف رح نحكي عنه كمان أكثر وفيه عندنا اللي هو القتال الأرضي القتال الأرضي بتميز بكثير من التكنيك العالي وعالم آخر رح نحكي بشكل تفصيلي عن رياضة الامامي وإيش الرياضات اللي موجودة داخل قفص الامامي رح أساعدك بخبرتي وبالسنوات اللي قدرت أخوضها أنا برياضة الامامي أوسط لك إن شاء الله للهدف اللي أنت حابه إذا كنت مهتم برياضة الامامي وحاب تعرف أنا أكثر حابة توصل برياضة الامامي لمستوى الاحتراف إن شاء الله مكانك هنا وأوصلكم للهدف اللي أنتو بتحبوه إذا كنت مهتم وعندك الغاية أنك توصل لمقاتل محترف مكانك هنا موجود إن شاء الله رح أقول معكم أنا جلال الدعجة رح أساعدك كيف تنطلق من مستوى الهوى لمستوى الاحتراف برياضة الامامي وكيف تبدأ كمقاتل برياضة الامامي من الرياضات الموجودة برياضة الامامي زي ما حكينا عن سلوب السترايكينج سلوب السترايكينج بتضمن أكثر من الرياضة عنا ملاكمة عنا كاراتي عنا كيك بوكسنج عنا تايك واندو رح أحكي وأبلش معاكم برياضة الكيك بوكسنج كوني أنا كنت مقاتل الكيك بوكسنج راح اقدر ان شاء الله اوصل لكم معلومات اكثر عن رياضة الكيك بوكسنج وكيف تقدر تستخدم رياضة الكيك بوكسنج داخل قفص الامامي هذا الاسلوب ممتع جدا بتميز بين الركل واللكم كيف تقدر تدمج بين الركل واللكم راح نشوف هذا الفيديو ونحكي عنه بالتفصيل زي ما شفنا الفيديو كان بتضمن لكمات وركلات بنفس الوقت انت بتقدر تلكم وبتقدر تركل هاي المسافة والاسلوب اللي انت بتستخدمه برياضة الكيك بوكسنج مهم جدا تقدر تفعله داخل قفص الامامية كيف انت بتقدر تفعل اسلوب الكيك بوكسنج داخل قفص الامامية هذا عالم مهم جدا اليك تقدر تسيطر فيه على المباراة اذا اتقنت هذا الاسلوب راح تكون مميز بتقدر تسيطر على القفص باريحية وبتقدر تسدد لكمات بشكل مباشر بكل ثقة ومن هون انا لازم احكي لك معلومة مهمة جدا انت تكون بس مقاتل كيك بوكسنج ما راح تقدر تكمل برياضة الامامية فلازم تطلع على الرياضات الاخرى زي المصارعة والجيجيتسو انت لازم تتقن فن المصارعة عشان تقدر انت تقاتل برياضة الكيك بوكسنج او باسلوب السترايكينج بكل اريحية لان اسلوب السترايكينج مع اسلوب المصارعة راح تكون شوي صعب عليك فالهون انت لازم تكون ملمب بهاي الرياضات ولازم تكون عنده خلفية كبيرة عن هاي الرياضات لحتى تقدر تدخل قفص الامامية بشكل مريح وتقدر تقاتل بكل ثقة راح اكون معكم انا جلال الدعجة اوصل للكم المعلومات بشكل تسلسل وحلقات تفيدكم ان شاء الله تقدروا توصل للمقاتلين محترفين كيف راح نحكي عن التغذية كمقاتل الامامية راح نحكي عن اعدادك البدني برياضة الامامية رياضة الامامية من اكثر الرياضات بالعالم بحاجة للياقة عالية ورياضة الامامية زي ما كلنا بنعرف هي من اكثر الرياضات الموجودة وحاليا ومنتشرة بالعالم ومن ابرز المقاتلين على مستوى العالم زي ما شفنا المقاتل حبيب وكونا ماكرقر بس ما بنا ننسى انه في عنا مقاتلين بوطن العربي مميزين جدا عنا جراح السلاوي عنا محمد فخر الدين عنا علي القيسي عنا يوسف ابو شريخ عنا عز الدين الدلباني عنا مقاتلين كثير وعبد الكريم السلوادي وعندك كمان المقاتل نورة سبزاخ فرح نحكي عنهم بشكل تفصيلي رح نحكي عن كل مقاتل بحلقة ونحكي عن بدايته وان شاء الله رح نقدر نخلي عندك شغف اكثر انه توصل الاحتراف الالعالمية في رياضة الامامية تابعونا بالحلقة القادمة رح نحكي بشكل تفصيلي عن كل الرياضات القتلية شكرا لكم واتمنى منكم ما تنسوا الاشتراك بقناتي ونشر الفيديو لاكبر عدد ممكن انتو تقدروا توصلوه خلينا نوصل بداخل الوطن العربي معلومات اكثر عن رياضة الامامية وممكن انت يوم الايام بتكون بطل اللي قادم بتمنى اشوفك ان شاء الله باحسن البطولات وباحسن الانجازات شكرا لكم استنونا بالفيديو القادمة اشتركوا في القناة